يا أستاذ جمال سعداء بوجودك دائما معنا هل من عنوان متعلق بهذه الحرب المستمرة على ضوء التطورات؟ نعم أنا أصور الحرب مستمرة والرابح واحد هي فقط أمريكا الرابحة من هذه الحرب أها أمريكا هي الطرف الرابح والباقي كله خسران أوكرانيا ستخسر روسيا تخسر نحن في أوروبا نخسر ندفع المليارات والعالم يجوع فكله ربحان ولكن أمريكا في النتيجة هي الرابحة والتي حققت كل مآربة وكل ما تتسموا إليها تركيا من الرابحين؟ تركيا من الرابحين ولكن وضعها حقا صعب جدا لأنها عليها أن تأخذ كل التوازنات بعين الاعتبار بين روسيا وأمريكا والناتو والغرب وما يحدث الآن في الجبهة السورية على تحرير تل رفعت ومنبج كل هذا في الحسبان وعلى تركيا حقا أن تكون دقيقة جدا في هذه المرحلة جميل نأخذ عنوانا من الدكتور غيث ضيفنا من أوكرانيا عند الحدود الفنلندية الدكتور غيث الآن أهلا بك دكتور غيث منورنا في مشاركتك الأولى معنا في السيديو التاسع يا مرحبا دكتور غيث تسمعني؟ طيب يبدو في مشكلة في التواصل مع الدكتور غيث سنعود إليه على كل حال وهو رئيس المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان أستاذ جمال كأن الأمور تسير لمصلحة روسيا في الساعات الماضية خاصة فيما يتعلق بالحسم في مناطق مهمة في شرق أوكرانيا لسيما ما جرى في لغانسك نحن نعرف هي لغانس تقع في أقصى الشرق من أوكرانيا على الحدود الروسية ونعرف قبل ثلاثة أيام من بدأ بوتين غزوه لأوكرانيا أعلن دولتان مستقلتان ومنها لغانس فلذلك أصور هذا ليس انتصار كبير ونحن نعرف أن أغلب الناس الموجودين في هذا المكان يكون روس وهم متابعين هل هذا الكلام حاولة لتخفيف وهج ما حققه الروس في الشرق؟ الآن الصور لم يحققوا شيئا حقا هم ربما ركزوا لكي يظهروا نوعا ما من النجاح ولدان يقول هو نوع من الصور للتكتيف لأن الروسي عليه أن يبقى في أوكرانيا عليه أن تمتص خيراته عليه أن يبتز هناك عليه أن يدفع الكثير وعليه في بعض الأحيان أن يشعر بأنه انتصر ولكنه على الحرب أن تستمر لأنه في هذه المرحلة لا يريد أحدا وخاصة من الطرف الأمريكي لا يريد لا منتصرا ولا منهزما وفلذلك يجب أن يحقق نوعا ما من النجاحات أو الانتصارات لكي يبيعها في الداخل ويقول بأنني انتصرت ولكن في مثل يقول الذي يضحك في الأخير هو الذي ربحان ولكن حتى الآن ليس واضحا ولسنا في النهاية لأن النهاية ستطول والحرب ستطول وأنا الصور سيأتي عاجلا مآجلا الهجوم والمعاكس من الطرف الأوكراني ضد قوة الاحتلال الروسية طيب هنا أكثر جمال